لو عندنا قطعة ليه مومنت وتنشن ولقينا ان ال ايه على تي اكبر من نص فاكينا انا دي بنسميها ايه بيج اكس ان تراستي طيب يعني ما نحب نطلع مساحة الحديد هنصوم عن طريق حاجة اسماه ايه اي اس فاكر ال اي اس سقط اربع خطوات لكن هنا الاشارات مختلفة عن الكمبليشن تعال نحسبها كده لو احنا عندنا سيخ حديد عليه بيور تنشن تنشن بس فاكينا عشان نطلع مساحة الحديد اللي تقدر تشيل التنشن ده مش قلنا هتسوي على يعني بمعنى صح ان هتسوي ايه على سترس الحديد بتاع التنشن اللي هو كان اسمه ايه في درجة مأس فاكينا ده لو سيخ حديد لوحده طب حاليا القطاع اللي عندنا زي ما قلنا كده عليه في النص وعليه بين المومنت فاكينا قلنا ايه القطاع ليه ان احنا نهمل المومنت ونعتبر ان التنشن ده اتشافت ناحية مسافة كام مسافة اي طيب بيكمل اي زي ما قلنا ام على تي يعني قيمة ال اي عندي اولا مش عندي عندي وفاكينا قلنا معناها ايه ال اي ده بعض التفانة الفورس عن السي جي تاع قطاع طيب تقدر تحسب ال اي اس باكينا قلنا ايه المقصوب بال اي اس ده بعض عن الستيل وواضح اي اس في الحالة دي هتبقى كبيرة ولا صغيرة صغيرة قولي كده ال اي اس هتسوي ايه هتسوي ال اي كلها اوكي بس ناقص ايه ناقص تي على اتنين اللي هي مسافة دي كلها وزايد ايه كمان زايد الكفر يعني تسوي بالزبط كده ال اي تفانة ناقص تي على اتنين زايد الكفر نفس ال اي اس اللي فاتت بالزبط بتاعت الكمبشن بس الفارق ان الاشارتين اختلفوا تانية كده زايد بعدين ناقص دي هتبقى ناقص وبعدين زايد ونحن كده جبنا قيمة ال اي اس اللي هو بعد ايه التنشن فورس عن الاستيل ايه زا ايه ناقص تي على اتنين زايد الكفر فكان قلنا لو انت خدت ناقلته عند الاستيل هيتنقلوا معا ممت اسمه ام اس بكمل ام اس كالعادة ال تي في الاي اس حاليا ال ام اس لوحده بيعمل تنشن عن الاستيل والتنشن فورس هي كمان بتعمل ايه تنشن عن الاستيل فهو احنا عايزين دلوقتي نجيب مساحة الحديد اللي شيل لتنين تنشن دول تاني تعالنا كده نحسبها بتصورة اوضح شوية لو ده قطاع عندنا انا القطاع الاصلي التي بتأثر في النص وفي عندنا بالنمومنت القطاع الاكويفينت للقطاع ده ان احنا هنهمل المومنت وانشافة تي دي ناحية مسافة كام مسافة ايه اللي هي بكامل ايه زي ما قلنا اما على تيه طيب لو حصل لوقتي عايزين نحسب ال اي اس قلنا بعض عندنا عن الاستيل هتبقى بكام قلنا هتبقى ال ايه كلها اوكي نقص الحتادي طب الحتادي لوحدها بكام مش هي على اتنين نقص الكفر يبقى انت لو حبيت تحسين ال اي اس هتساوي ايه ايه نقص تي على اتنين زائد الكفر اوكي اللي هي تفاني تجيب لنا ايه خيمة ال اي اس طبعا اعمل بيها ايه ال اي اس دي زي ما قلنا لو انت دلوقتي نقلت عن هيتنقل ومعمومنت اسمه ايه ايه ام اس بكمل ام اس هيبقى تي في اي اس طب تعالي نحسبها التنشن فورس الواحدها بتعمل تنشن على الحديد والام اس الواحدها بتعمل برضو تنشن على الحديد يبقى احنا اللوقتي محتاجين تفاني نحسب مساحة الحديد اللي اتنين تنشن دول فاكر مساحة الحديد اللي بتشيل تنشن ال ام اس دي بنجيب عن طريق سي وان والج ومساحة الحديد اللي بتشيل البيور تنشن التنشن فورس دي بتسوي ايه زي ما قلنا الفورس على اس Dai تلك تليمت على ال اف فيل على الجامعة اس يبقى العدل بيقى المفروض هيتشيل الاتنين تبقى اول حاجة الام اس على ال ج في ال اف فيل دي في ال Deep冷 الحديد اللي يشيل زائد عشان تاني كمان تنش انتفقنا اللي هو تفقنا حديد اللي بيشيل كالعادة طيب انا عايز احسب الاول فهنا يبقى في خطوة لازم تتعمل قبلها عايزين نحسب بتاع المومت اللي اسمه ام ايه ام اس عشان كده قون يبقى دي بتساوي جزل ام اس مش على الاف سي وفي البي اطلع منه واطلع منه قمية مين الجي بعد ما جيبي جي هنا تقدر تعب بي هنا اطلع قمية مين الاس طب يبقى احنا عايزين برضو نسمى على نفس الاربع خطوات بتاع الاي اس بس في حالة المومت والتانشن بك نقول اللي بنسميها اول حاجة الاي اس بكام اي فانا بس النائس تي على اتنين زائد الكبر لشرطين اختلفوا اوكي طب بعد بعمل ايه بالاس لو افتكر قلنا نضربها في التي عشان نجيب الام اس عندنا بكام تي في الاي اس طب بنعمل ايه بالام اس لو افتكر بنجيب منه سي وان والجي يعني نقول دي بتساوي سي وان جزل الام اس على الاف سي وفي البي اقدر اطلع قيمة سي وان وطلع منها الجي ولا لأ وفي الاخر قرن يبقى الاس النهائية بتاعتنا بكام مجموح حاجتين اول حاجة بتاع المومت يبقى هنجيب حديده بكام اما اس على الجي في الاف اللي في الدي زائد مش ناقص بقى اتفاقنا بتاعت الفورس اللي هي بكام التي على الاف اللي دعا القماء اس طب الاس اللي احنا جبناها دي زي ما اتفقنا كده تتحط فين ناحية اللي هو ناحية المومنت يعني والله لو مسلا كان الساهم بتاع المومنت في الاتجاه ده يعني مع صح موجود تحتي بقى كده ساعتها نحط هنا ايه اس ونحط الناحية التانية كالعادة اتفاقنا تسليحه ويشبه الكاميرات اكتر اشتركوا في القناة